أما هلأ نيرمين لمحطتنا الأخيرة ويعني من أكثر الشغلات اللي بتفرح السيدات والصبايا أنه يلبسوا تياب جديدة يظهروا بأحلة طلة يحاولوا يواكبوا الموضة وكل شي جديد بعالم الأزياء ويعني فينا نقول أنه أغلب الصبايا نيرمين دائماً بيحبوا التجديد والتغيير سواء بستايلاتهم أو بشكلهم الخارجي صحيحة هايدي مثل ما ألتي دائماً الصبايا بتحب تلبس شي جديد وقدش هيك مهم الصبايا اللي بيكون عندها هاي القدرة أنه هي تعمل إعادة تدوير برزانتا تلبق هاي البلوزة بطريقة تانية أو الأميز وكمان دائماً أكيد بدأت لحق الموضة يعني الموضة بتفرض حالة علينا خصوصاً لما ننزل على السوق نحكي أكثر عن الموضة خلال الفترة القادمة اللي رح تكون أكيد بسعدنا نرحب بمصمم الأزياء عبود إبراهيم آغا رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك مع أزهار الرابية والورود الجميلة مع كل إشراقة الشمس بسوريا الحبيبة من الكن صباح الخير أهلا وسهلا فيك بداية نخبرنا عن مشوارك بعالم الأزياء أما تبلشت هل هو كان عن دراسة أم عن موهبة؟ هو كان هو بالداية ببلش موهبة يعني بالبداية بعدين تتطور الأمور بتصير بالدراسة أكتر وعندين هي المواكبة أكتر هي بتعطي الإكسبرينس للمصمم المواكبة بعالم الأزياء هي دائما تعطي هالخبرة هاي وعندين مدار السنين يعني بتعطي هالخبرة للمصمم حتى يواكب ويدل مستمر بهالمهنة الله يقويك يعني تقريبا صاروا 25 سنة خلينا نحكي عن هاي السنوات كيف يعني انتقلت بالتصميم كيف مروا كيف الواحد أكيد بيطور حاله بيطور مهارات بمر بتجارب كتير يعني هي ما هو موضوع إنه هي فينقلك سلسلة هي يعني سلسلة عمل يعني بالبداية بتبلش موهبة وتبادل الأفكار وحتى تاشقي هالشي هذا الحلو هذا ما فين اعتبرها مهنة ما هي عبارة عن فن وزوء يعني وشغاف للمهنة هاي فهي الممارسة مثل ما قلت لك ممارسة هاي وعدين الناحية الفنية عند المصمم هي بتعطيها الاستمرارية طيب 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 بيضل مستمر به أكيد يعني بما أنه نحن هلا بفترة أعياد ومناسبات خلينا نتعرف أكتر شو الموديلات اليوم الدرجة بالأسواق شو الألوان اللي عم تكون مناسبة لربيع وصيف 2013 يعني هالسنة في كتير تحول جزري بالألوان يعني بأتي بردخ مقبلها عمو سيم ربيع على رمضان كريم كمان فكتير صايفي تحول جزري بالألوان صارت الناس ميالة للألوان الجريئة كتير ألوان الربيع يعني هي اللي بتعطي الطاغية هالفترة هاي فعندك لون الفوشياء عندك لون الأصفر لون الأخضر هذول الألوان كتير عم تستسيغوها الناس كتير سعي وبحبوها بهالفترة هاي قبلها على صيف لأنه تعدوا شوي عن الألوان الهادية الألوان الكلاسيكية اللي كانت درجة من قبل فصلاة الألوان الجريئة عطت كتير صدع عند الناس صار في جرأة أكتر عم تشوف الأورانج والأخضر في ناس كانوا ما يستسيغوها بالقبل هلا سار عم يقتنوها أكتر بحبوها أكتر بحبو يلبسوها أكتر فبتحسي هيك مستوحاف من الطبيعة الألوان طيب دعنا نحكي أكتر عن يعني الأشخاص كيف ممكن يختاروا يعني حسب شكل الجسم كيف ممكن يختاروا الثياب الخاصة فيهم أولا خلا نقول لفصتين السهرة أو الثياب السهرة وفينا كمان بالحياة العادية يعني كمان يعني هلا صار في اختيار زي المناسب هلا بدي دي سير في فرق يعني الفرق بين أنه الحياة العملية وفيها قطعة للصواري عم نشوف بعض من تصاميمك قطعة للصواري إلا خصوصياتة يعني قطعة للصواري بس صاروا الناس يتجهوا شوي الست أو الصبية يتجهوا شوي للطاع العملية أكتر ممكن يستفيدوا منها أكتر بمناسباتهم أو بحياتهم العملية الثانية يعني بالنسبة للأطفال كمان شو الموديلات الدرجة هلا الأطفال يعني هن شو ما لبسوه هن رمز البراءة يعني بالنهاية لهم لباس خاص بس هلا كمان صار في مشكلة عند الأهل بالأوضاع الاقتصادية شوي معبة ناسة بالدخل يعني فصاروا يقتنوا لبسة الأطفال العملية من طال الجينز مع قميس الكارو بالناسبة العيد يعني صار شوي يبتعدوا عن الطأم يعني اللباس الطفل العيد يعني بدون يستفيدوا منه بعدين يعني فصاروا يختاروا اللبس للأطفال بحيث الناسب العيد بعدين يستفيدوا منه أكتر نحن نشوف مثل ما ذكرنا صور من تصميم حضرتك تعتمد فيها الألوان الألوان الجري يعني شفنا مرأة الأخضر والأصفر وبدرجات قوية هم بيكون إلك رأي أنت ولا لا بتجي الصبية مثلا بيكون ببالة لون معين ولا لا أنت بتحاول تقنعها بشي بلاءمة أكتر لا طبعا يعني طبعا إلي رأيي كتير وبحاول أنصحها تحب الألوان بحب أنصحها باللون يشيل بقى لبشرتها أو استعيلة يعني بعطيها كتير أفكار حلوة وطبعا هن الصبايا كما نظرتهم باختيارهم شي بالبقلون يعني في كتير مثل ما قلت لك يعني صار في شوي جرأة بابا قمتل قبل أنه هذا بجوزها ما يلبقلي هاللون لأنه موضع أنا لازم للبسه فصار في شوي جرأة خلينا أمسي لأكتر هيك خليل الناس تستفيد مثلا بالألوان يعني مثلا البيضاء شو الألوان البشرة الفاتحة دايما الألوان الزاهية تعطيها طيرا وإنطباع عن شخصيطة يعني كل صبية تأخذ لون يدل عن شخصيطة يعني في عندك مثلا البشرة الفاتحة يبقى لألوان الزاهية مثلا البشرة الغامق الألوان الدكلي ما بتلبقلا كتير صحيح فنحنا دايما ننصح الصبية أو السيت نتعامل معهم أنه يختاروا اللون مناسب لبشرتون مثلا هالألوان إذا ننواكب الموضة بشكل أساسي وفي ناس ما كتير تتلبق للبشرة في ألوان ما كتب نصبها يعني مثلا هلا بالكونترون عم يحكوا كانوا عن لون الأحمر يلبق للسمرة ولا البيضاء لا للسمرة أكتر للسمرة 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 يعطيها هيك جاذبية أكتر بالستايل تبعا طيب هذول الفساطين اللي شفناهن نحنا شفناهم بشكله النهائي بس نحنا بنعرف إنه أكيد في لون جهد في تعب في مراحل بتمر فيها خبرنا عنا حضرتك طبعا ما في شي بلا تعب بشغلنا كتير داك تباصيل دكتراعية بالشغل كتير يعني حتى تعطيه النتيجة اللي بدك إياها يعني النتيجة هي اللي بتحدد مستوى الشغل فموضوع شغلنا نحنا بده مرحلة مرحلة أول شي داك تختاري الكواليتي نوعية الأماش اللي تعملين فيها هي تكون جيدة مناسبة خلينا نحكي هون عن نوع الأمايش هاليوم شو بتستخدم شو بتفضل أكتر فيه نوع أفضل من نوع بالأمايش طبعا طبعا في كتير أنواع نحنا بنحبزها كتير بس هلأ في شوية عنا مشكلة عم نحاول ندرس السعر يعني بحيث يناسب لأمكانيات الصبية أو السطل اللي نعطيها اللي بتجليها أو ما بتناسبة يعني الى ويوكي نحنا نختار نوع الأمايش يكون بحيث يناسبه هي كمادة ويناسب كمان كجمال أفعى وكننتيجة خلينا نحكي أكثر عن الأصات والموديلات لهذا الموسم شول يداريج خصوصاً بفاصاتين السهرة كل مرة ملاقي هيك فترة دريش شي معينة هلأ الأصات كتير مختلفة في كتير أصات متل أصات بتبطل يعني انه خلص لا لا ببطل أساسي فيه أصات كتير بتدل مواكبة كل موسم بتدل موجب بس فيه أصات مثلا التنورة الواسعة فعب بيحبوا كتير الصبايا أو الستات لأن التنورة المكسمة وموديل الحورية هدا بتلاقي أيام فيه استيلات معينة بتلبسوه بيطلع ناجح مية بالمية بس الأصات الواسعة حتى بالبنطلون يعني بيحبوا البنطلون الواسع المريح بيفيدهم بالنحية العملية بيفيدهم بالنحية السواري أو السبورشيك فالأصات الواسعة بتلاقي استحسان أكتر ممكن نغير بالتنورة الأصيرة تحتها نعملها طويلة يعني للأرض أو بنعملها تنورة أصيرة على الشفاف من تحت فتعطي رونق وجمالية الصبية أو الستات حلينا نحكي أكتر عن العارضة اللي بيكون لها كتير دور مهم بتصميم الملابس أكيد يعني هي رح تحببنا أكتر بشكل القطعة في معايير معينة بتطلب تكون موجودة بالصبية اللي رح تعرض التياب طبعاً يعني كتير في دي فو حتى يظهر جمال القطعة يعني هذا كتير من راعي بشغلنا ليكون دي فو غير ظاهر أو إذا في دي فو نحاول نخفيه بطريقة شغلنا وبنعطيه يعني غير سيستيم مظهر الحلو كمان يعني يعطيه طلية كمان الشغل الحلو كمان بيعطيه طلية حلوة للعارضة والالوان الحلوة كمان تلعب دور كله بيكمل بعضه طبعاً كل العوامل تعطيه نتيجة النجاح اللي بدنا إياها نحن طيب كتير كمان منشوف هاي الحالة إنه صبية بتجي أكيد ومارقة مع حضرتك بتفرجيك بدي متل هادر فستا بتطبق لا يا ولا لا بتحاول تنصحها بتقل لا إنه لا ما بيلاق ميك إنك ما يحبوا يعني في صباعي ما بيحبوا إلا لا ما بيقدر سوي لك يا أو ما بيلاق ميك يعني هي بالنهاية هي مسؤوليتنا مسؤوليتنا نحنا بالشغلنا وهي بتظهر خبرتنا أكتر بالشغل بها الموضوع هات تحديداً يعني وقت إحنا نعطي قطعة كتير كتير تلعت ناشحة بكتير قطعة للشبتة للصبية أو الست وويك وللأت خيالة يعني هي تكون حتى هذا الفستان بخيالة هي رسمته بخيالة قبل ما نحنا نجسد ليا وقت بتلاقي تطابق بها الموضوع فهوني هون صر نجاحنا بشغلنا يعني هون صر عطائنا بشغل صر نجاحنا فنحنا نحاول دائما نحنا نعمل هذا التطابق هذا فنشكر الله عم نتوفق بهالموضوع عم نوصل إلى نتيجة حلوة وبترضي جميع الأزواء وبتطلع رضياني على الديزاين حتى نشتغلنا إن شاء الله يا رب خبرنا أكتر مشتغل قبل مع مصممين شاركت بإفنتات معينة شاركنا بأصعيد الأزياء الشعبية وشاركنا بديفلياهات أصعيد المحلي يعني ونطمح نعمل أصعيد عالمي أو خارجي إن شاء الله يا رب طيب إعادة التدوير اللي ذكرناها ببداية الفقرة هي من الموضوع الكثير مهمة يعني نحن نعرف وضع الاقتصادي للجميع ممكن قادر يشتري قطع جديدة سيدات دائما مثل ما أنا بيحبوا يلبسوا قطع جديدة ويمكن طبيعة شغلهم بيحبوا أنه يمكن كل يوم يتلعب بمظهر جديد كيف ممكن يدوروا القطع الموجودة باللغزاني وإذا بدون يشتروا قطع جديدة عملية شو بتنصحهم يعني للصيف مثلا هلنا موضوع إعادة التدوير هو بدي يكون فيه إكسبرينس كتير عند المصمم يعني لا تأمسل اللي نقرب لهم الفكرة يعني في كتير الناس بس أنا عاملة عاملة ديزاينات حلوة كتير بمراحل سابقة فممكن تستفيد منها هلأ من نوعية الكواليتي الإقماش الموجود لأن الإقماش كتير صايرة تتبع الأسعار كتير مستفعة مع متناسب جميع الشرائح المجتمع يعني فهذا الموضوع تجيني مثلا صبية أو ست أنه أنا عندي فستان قديم أنا عندي مثلا ممكن استفيد منه من كمه ممكن استفيد من ماشته كذا فهونا أنا بعالج الموضوع إذا ممكن استفيد منه ممكن أنا أشتغل فيه يعني فهم يعني أصل لنا تيجي بدي إياها أنا بس بالنتيجة أنه بدك كما تدرسي هذا الموضوع هذا بده خبرة تمام خبرنا أكثر عن الإكسسوارات والزينة يلي بيعطوا رونق وجمالي كتير كبيرة لأقلقتي اليوم طبعا الإكسسوار هو بيعطي رونق للإقماش يعني في أمايش بدك تضيفي لشي دائما في قطعة أنا بعمله فنيشينك بسام دي أود هيك بدي ضفل الشي من عندي اجتهد علي حتى تعطي تطلل بدي إياها صحيح في النهاية ففي إكسسوارات كتير مكلفة يعني كتير تعطي تطلل حلوة فأصلا نعتمد على عندك الريش هالسنة الريش النعام هذا صوره معقول بس عبيعات كتير دارج هالسنة عم نضيفه على على الفضلاطين للسواري كتير عبيعاتي جمالية ورونق للقطعة صحيح طيب خلنا نقدم هيك نصائح اليوم لكل السيدات يلي حابين عندهم مناسبة معينة أو حابين يشتروا قطعة جديدة؟ بنصحهم يعني يعني يقتنوا القطعة اللي بتناسبهم لهم يعني بحيث تكونوا هني بقتنعين فيها وبكنواعية كاكواليتي كاكماش يعني يعني يقتنوا لبسة وبعدين ما بقى نستفيد منه يعني فيه أمايش مثلا ما نتنا ما نستسيغى لنا نشتغل فيها فيه أمايش كتيرا نتنا منشجع الصبايا والستات لحتى يقتنوا ويشتغلوا فيها طوام يمكن من أكتر الشغلات المهمة اليوم التسويق تسويق لالشي اللي عم تعرضه أنت اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خبرنا أكتر عن هذا الموضوع التسويق هو طبعا موضوع تواصل الاجتماع كتير ما ينظلم يعني مصمم الأزياء اليوم في عديد من مصمم الأزياء لكن التسويق هو بيلعب بيمكن دار أكتر لحتى نتعرف على الشي اللي عم يعرضه هو التسويق كتير مهم على طريق التواصل الاجتماعي كتير بفيد يعني والأكتر هو المناسبة هو بفيد صحيح المناسبة اللي احنا نشتغل فيها الحضور حضور الصبية أو الست بالمناسبة نفسها هو هذا أكبر تسويق لأنه نشتغل قطعة كتير مميزة وكتير نالت أعجاب وعطت رونق حلو وعطت صدع حلو كتير هذا أكبر تسويق بالنسبة إنا طبعا الموضوع التواصل الاجتماعي كتير بفيد بهذا الموضوع وتشوف العالم النتيجة وتشوف العرضة لابسة القطعة وعطي رونق حلوفة كتير نلاقي استحسان عند الناس وتعطونا أعجاباتهم فيها كيف بتشوف اليوم واقع المصممين الأزياء السوريين اليوم قدروا ينافسوا يتركوا بسمة أو لا بتحس أنهم يعانوا من بعض الصعوبات طبعا الصعوبات كتير كبيرة عم تجاب هنا مثل ما قلت لك يعني موضوع المادة يعني هذا كتير يأثر علينا نحنا نتعب حتى نقدر نعطي النتيجة اللي بدنا إياها حتى نختار الأقمشة نختار المواد الإكسسوارات اللي تناسب الديزاين هذا كتير متعب بالنسبة إنا حتى نقدر نوصل إلى النتيجة ترضي الصبية أو الست اللي نتعامل معها حتى تكون رضيانة كمادة وكنتيجة يعني فهذا كتير الأماكن اليوم أو الهيئات اللي عم تطلع بس أنا خريجين اجداد أو أشخاص يدرسوا أو عندهم موهبة موضوع تصميم الأزياء برأيها كافية ولا لا الموضوع بده لا لا في شح في شح في الكوادر في كتير شح أنه مهنة مثل ما قلت لك المهنة ما بتولد بيوم وليلة وأنه أحد الوصول للقمة سهل بس المسابرة على المستوى هذا الصعب فهذا كتير بده تعب بده سنين يعني أكتر يعني حتى توصلي لهذا الإكسبرينس اللي بدك توصلي له هذا كتير بده وقت حتى يكون ثقة قوية كتير بين المصمم وبين الصبية أو السيت يعني هذا بده فترة تعامل قوية كتير حتى تمام خلينا نحكي اليوم يعني منشوف بالأسواق فيه دمج كتير كبير للألوان الغريبة الألوان فاقعة منشوف الفوشي مع البرتقالية منشوف الفوشي مع الأحمر هل هذا الشي محبب فعلا أما بيطلع حسب يعني كل صبية يعني مثل ما قلت لك هذه الألوان هاي كله أو هو دارج يعني هو هدا دارج هالسنة ألوان الريمبو يعني كتير مطلوبة بس مثل ما قلت لك يعني العالم ستستوحي الألوان الطبيعة يعني نحنا ناقصنا فرح فبتحسين الناس يعودوا عن يعني بدهم الفرح عن طريق الديزاينات واللبس بعد بساطة يمكن بالمنابس صار في جراء أكتر صار في جراء أكتر كتير وهذا الشي حلو كتير أنا بشجع دائما على الشي أنه ما تكون الصبية أو الستكة مقيدة بشي بنظام معين حتى بالحياة العملية بالشغل كذا فصار في جراء أكتر باللبس فأنا هذا كتير شي بشجع عليه وبحبه كتير يعني عند الصبية أو الستكة لأنه هذا كتير بيعطي طلة حلوة خلينا نقدم هيك بمناخته مع حضرتك نصحة لكل المسلمين الجداد الشباب يلي بعدهم عم يبدأوا أول خطواتهم؟ بنصحهم أنه يواكبوا دائما يواكبوا هي المواكبة دائما تعطي خبرة وبنصحهم دائما يعني أنه الرسم هو الرسم أكتر شي بيعطي الخبرة بالشغل فبنصحهم الرسم يجسدوا الفكرة بالرسم قبل بعدين ينفزوا يعني التنفيذ التنفيذ هو الصعب والرسم كمان صعب حتى تصل إلى نتيجة بدك دراسة كذا مرحلة يعني مو أن الأطعاب تخلص بمرة بأدة مراحل يعني أول شي بتبددي بالرسم بعدين التنفيذ فالتنفيذ في كتير صعوبات يعني هاي بدها كتير شغل وبدها تعب نشوف مصممين اليوم بيعطوا يرسموا بس ما بيعطوا ينفذوا وفي أشخاص بيعرفوا الاثنين هاي هون بقى الإكسبرينس بيجي يعني هون الخبرة بتجي فهون يفاق رابط الأفكار مع بعض فهذا كله بده شغل مواكبة يعني أول مرة بجوز يفشل واحد بعدين بعيد التجربة مرة الثانية بجوز يتعلو خطأ أبسط ممكن يتداركو فكتير هذا هو على المدى البعيد على مدار السنين كتير بيعطي خبرة للشخص لحطي يصير مصمم ناجح وينجح بعمله بالنهاية بدنا نشكرك كتير ونتمنى لك لتوفيق مصمم الأزياء عبود إبراهيم آغا شكرا لك شكرا لقناة الأخبارية لأنه أنتو سلطتوا على مهنة كتير سامية مهنة تصميم الأزياء وموفاين بكل أعمالكم شكرا لك شكرا لكم